وجه الرئيس عبد الفتاح أسيسي بضغط الجدول الزمني لتنفيذ مشروع مجمع الصناعات الغذائية قهى وإدفينة ووضع خطة متكاملة لتشغيل خطوط إنتاجه وفقا لأحدث النظم والمعايير والمواصفات العالمية للتصنيع الغذائي بما يؤهله لتلبية الاحتياجات المحلية وكذلك التصدير جاء ذلك خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء والمسؤولين حيث شهد الاجتماع وعرض موقف زراعات الزيتون في مصر ووجه الرئيس السيسي بالتنسيق بين كافة الجهات المعنية للتوسع في المساحات المنزرعة إلى جانب تعزيز التصنيع والتسويق لزيادة القيمة المضافة من إنتاج الزيتون على المستوى المحلي وذلك لتعظيم الاستفادة من المقاومات المتعددة التي تمتلكها مصر في هذا الإطار كما تم استعراض المشروع القومي للتحول لزراعة قصب السكر بالشتل بهدف تحديث طرق زراعته باستخدام تقنيات إنتاج شتلات للقصب للتغلب على مشاكل الزراعة التقليدية هذا وقد وجه الرئيس السيسي بتوفير كافة المتطلبات اللازمة للتوسع في زراعة القصب بالشتل خاصة ما يتعلق بإنتاج البذور المعتمدة اللازمة الأجانب تطبيق أساليب الرئيس الحديثة في المساحات المنزرعة بالشتل ذلك بالتوازي مع تكثيف حملات التوعية لتعريف المزارعين بالمزايا الناتجة عن تطبيق تقنية الزراعة بالشتل والمتمثلة في زيادة الإنتاج والجودة وتوفير التكاليف وهو الأمر الذي سيكون له مردود مباشر على زيادة دخل المزارعين وتحسين مستوهم المعيشية ترجمة نانسي قنقر